في معدلات إنجاز كبيرة بتحصل في مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم في محافظة أسوان واللي أعمال التطوير دي بتشمل فيه كل الحضائق والمنتزهات الموجودة في محيط الكورنيش على امتداد 4 كيلو متر معدلات متقدمة تم تحقيقها في تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم في محافظة أسوان والذي تم تنفيذ المستوى الأول له بنسبة بلغت 90% بجانب أنه تم تنفيذ نسبة 50% من أعمال المستوى الثاني والثالث بالكورنيش أعمال تطوير وتجميل يتم تنفيذها بالكورنيش بجانب القيام برفع تراكمات مخلفات الأعمال أولاً بأول لتحقيق السيولة المطلوبة والظهور بشكل لائق أمام الأفواج السياحية التي تجوب المحافظة خطة تطوير شاملة يتم تنفيذها في الحدائق والمتنزهات بامتداد الكورنيش وفي المناطق المحيطة به بطول 4 كيلو مترات ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر ونظراً لتطبيق آلية إعادة الشيء لأصله التي أصبحت لا تنفصل عن أي عمل في مشروع قومي بالمحافظات يتم العمل أيضاً على تلاف الملاحظات السلبية ومتابعة النظافة العامة ورفع الإشغالات ومخلفات عربات الحنطور والتوكتوك والموتوسيكل وأيضاً إصلاح أي كسور لخطوط المياه والصرف الصحي بالإضافة لمتابعة تركيب الإعلانات بامتداد الكورنيش اشتركوا في القناة